مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نحضر على فرط الدراقية أو لليبير تيغويدي ولكن قبل أن ندخل في الموضوع سوف نحضر على الدراقية الدراقية أو لليتيغويد هي غدة في العنق وتشبه في شكل الفراشة وتصيب لنا هرمونات T3 و T4 وتحكم فيها جوجة الغداد في الدماغ لولا اسميتها ليبوطالموس والتانية الغداد نوخامية أو لليبوفيز ليبوطالموس كي عبر شحل ديل T3 و T4 كي نين في الدم و كيصيب هرمون TRH لي كيقول الغداد تانية و ليسميتها الغداد نوخامية كيف تكرنا باش تصيب هرمون TSH لي كتقول تيغويدي باش تزيد في الخدمة ديالها الهرمونات T3 و T4 كي خرجو من تيغويدي و كي دورو في الدم و منين كي وصلوا لخلايا T4 كتتحول T3 و كتبدأ دير خدمتها ديال النمو والطاقة و الزيادة في دقات ديال القلب و في الميتابوليزم الميتابوليزم اللي كيف ما كنعرفو هو مجموعة ديال تفاعلات بحل حرق سكار البني ديال العضلات إلى آخره أجد بان هدرو على فرط الدراقية أو لليبيرتيغويدي ليبيرتيغويدي هي منين التيغويدي كتصيب لنا بزاف ديال هرمونات كتجي للمراوات كتر من الرجال و عندها بزاف ديال أسباب أهم أسباب هما مرض بازدو اللي هو مرض كيصيب في الجسم مضادات الأجسام ضد الغيسيبتوغ الغيسيبتوغ اللي هما بحل القفولة ديال تايس عش و منين هاد مضادات الأجسام كيلسقوه في الغيسيبتوغ كيديرو خدمت التايس عش و كيطلبوه ملاتيغويدي تزيد صاوب كتر ديال تايسيبتوغ و إلا كانت مره حاملة مريضة بهاد المرض كيقدر في وقت الولادة تزاد عندها التربية حتى هي طالعي لها الهرمونات ديال تيغويد أدنوما ديال تيغويد لي هي وارم حاميد لي كيكترو في خلايا ديال الغيسيبتوغ ديالها و معهم كيتزادو الهرمونات ديالها القواتخ توكسيك القواتخ هو منين كتكبر الغيسيبتوغ درقيا و توكسيك هي منين كتصيب هرمونات بلا قياس طياب ديال تيغويد أو لا تيغويديت و منها بزاف ديالأنواع بحال تيغويديت ديالاشيموتو و تيغويديت ديالكيرفان كيف ما شفتو كينين بزاف ديالأسباب و وخا كينين بزاف ديالأسباب كينين أعراض كي يجمعوهم كاملين وهوما الجوع و الماكلة بزاف مع نقصان الوزن الصهداء دقات ديال القلب طالعين العرق و قلد الناس الإكزوف طالمي اللي هي العينين خارجين و عاد كينة واحد الحالة قليلة ولكن مهم نعرفوها سميت هالا تيغويدين كنسميه عاصفة حيط كي يطلعو فيه الهرمونات ديال تيغويد بزاف بسبب انفكسيون او لاسترس او لامنين المريض ما كيتباش دوا ديالو و كي طلعو فيه الدقات ديال القلب سخانة الرضا الدخا والقلق و تقدر توصل السكتاء قلبية و الموت في 20% ديال الحالات دا با اجي ندوزو للتحاليل اهم واحدة هي التحاليلة ديال الدم اللي كنقلبو فيها التايساش في الدم التايساش في الدم التايساش و التايساش و كي يبان فيها التايساش طالعين و التايساش هابط و كي نحتى تلفازة او لا ليكوغرافي و لا سانتيغرافي ديال لاتيغويد اللي كنشوفو فيهم العبار و الخدمة ديالها كي يقدر الطبيب يعالج المرض بالدواة ولا بالفتيح على حسب شنو خرج فتحاليل من الدوايات كين اللي كيتحكمو في الاعراض و كين اللي كينقصوهم الخدمة ديال الغداء و عاد كين لكي قتلوا الخلايا ديال الغداء شكرا لاتبعتوا معنا هاد الحلقة بحال دايما تابونوا الى عجباتكم و خليوا لنا كومنتر الى تحت الى عندكم شي سؤال او الاقتراح وتابعونا في فيسبوك و انستغرام باش دايما يوصلكم الجديد ديالنا موسيقى موسيقى